موسيقى أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من حديث 2015 لبنان هادئ في محيط ملتهب ومشتعل فماذا خلف هذا الهدوء وما بعده هدوء لا يبدو عفويا تفهمات على طاولة الحوار القائم حاليا بين الخصمين 14 من آذار و8 من آذار منهم حسمة ملفات وأخرى ما زالت تنتظر الحسم تأتي على إيقاع اتفاق فحواه أن الأزمة السورية وسلاح حزب الله يبقيان خارج النقاش منصب رئاسة الجمهورية شاغر والمؤثرات تدل على استمرار بقاء الحال على ما هو عليه يأتي ذلك في ظل وضع أمني حذر على الرغم من الانحسار الواضح للأعمال الأمنية والإرهابية هذا الوضع يطرح استمراره العديد من التساؤلات على رأسها هل تكتب له الاستمرارية بعد ذوبان الثلوج وحلول الربيع أم تقرع أو تقرع طبول المواجهة على الحدود السورية اللبنانية مع الجماعات المسلحة هنا لا يمكن إهمال أزمة نزحين السوريين التي تتخذ وطيرة تصعودية وأكثر تعقيدا هذا الوضع الذي يبدو هادئا في ظاهره يبدو أيضا أنه بانتظار تفاهمات أكبر تفاهمات يرسمها الإيراني مع الأمريكي وعنوانها العريض الملف النووي وتفاهمات على أثرها ربما يرسمها الإيراني والسعودي في هذه الحلقة نضع المشهد اللبناني ومآلاته على طاولة النقاش مع ضيفنا في الستيديو الأستاذ انقولة نصيف وهو كاتب وصحف أهلا بك أستاذ انقولة مساء الأنوار أهلا بك اسمح لنا قبل أن نستأنف النقاش أن نستعرض أرى الشارع اللبناني إذا وضعه العام السياسي والأمن نتابع مشاهدنا من سنة 43 لغاية الآن ما بنينها دولة لغاية الآن هلأ كان رئيشة مهورية أمم متل ما فيه رئيشة مهورية متلتها أنا بتمنى يرجع الانتداب الفرنسي أو أي انتداب آخر ممدنا الدولة هاي تكبر متل ما بيقولوا هاي اللي صاير فكل شي عم يرجع لبرا وفيه متل كأنه يعني كأنه لبنان ماشي للآخر يعني لأنه كل نهار عم يرجع لورا كل نهار عم يرجع لورا أكيد بهمنا أنه ينتخبوا رئيس مبارح قبل اليوم يعني على القليلة يكون فيه حدا بياخد قرارات بالبلد ما بعرف تمنى أن يكون فيه عندنا رئيس بلبنان بس كمان ما تنسي دور الجيش اللبناني يعني الجيش قوي ومتمكن ما بيستور أنه بيقدر أي من هالارهابية قدر يفوت على البنان على بيروت يعني على المناطق هذه أنه برئيسه بلا رئيس ماشي الحال نتيجة ذاتها يعني تركيبة البلد كلها بدأ يعادة نظر والطائف سبت أنه يعني بيصلح أساس لوقف إطلاق نار بيومه يعني بس ما بيصلح أساس لتسوية القضية اللبنانية دول عم يوم لبنان بمراحل كتير يعني صعب يوت خطة هو بوعي العقلاء بالبلد وضع البلد بجنن فيه أحلى من هاك وضع يعني بلا رئيس يعني أذا بلا النواب ووزراء بيكون أفضل وأفضل كمان بصير ولا أحلى من هاك بلد أستاذ نقولة يعني هذه عينة ركتف تسم على التعليقات من آراء وانطباعات الشارع اللبناني على واقعه السياسي والأمنية اسمع منك تعليق فقط على هذه الآراء لا طبعا هذه التعليقات تعكس نوعا من اليأس أو التسليم بأن اللبنانيين يعيشون بما يشبه الفراغ يعني ليس فراغ فقط فراغ في الرئاسة أو فراغ في السلطة أو فراغ في مفهوم الدولة بل يعيشون فعلا فراغ في المطلق في الهواء معلقين بالهواء أو ربما يعني عالقين بين السماء والأرض إذا صح هذا التعبير فبالتالي من الطبيعي أن تكون هذه المشاعر طبعا كنت تشيرين إلى أنها عينة في الواقع يمكن أن تعتبر هذه العينة ممثلة لأي منطقة في لبنان يعني في أي مكان من لبنان نستطيع أن نجد كثيرين يتحدثون بهذا الكلام بهذه المفردات بتعبير يمثل هذه الأفكار بالذات يعني أن يقولوا أن البلد يستطيع أن يمشي أو أن يستمر من دون رئيس يستطيع البلد أن يستمر من دون مجلس نيابي طبعا مأخذين بفكرة تمديد للمجلس نيابي مرتين على التوالي يستطيعون أن يقولوا أيضا أن البلد غير مأمون بمعنى الأمن فيه مفقود طبعا لأن الجيش على قدراته على الإمكانات المتوفرة لديه يعني يقاتل بالأسنان إذا صح هذا التعبير أيضا وهناك تعويل على حضور الجيش وعلى مؤسسة الجيش أعتقد أن الجهة الوحيدة أو المؤسسة الوحيدة التي يمكن الركون إليها أو الناس العينة التي استمعنا إليها تستطيع أن نستخلق يعني الخلاصة الوحيدة من مجمل ما قال أن هذه العينة لا تستطيع أن تقول بأنها تصق سوى بالمؤسسة العسكرية ربما هي لا تزال حتى الآن وحدها فوق الشبهة أتكلم عن المؤسسة ولا أتكلم عن الإفراد بالطبع سيدنا نقولها ربما من هذه العينة وهذه الآراء هناك تركيز على موضوع الفراغ الرئاسي وهذا ربما محور أساسي في هذه الحلقة هل سيبقى منصب الرئاسة شاغرا إلى أجل غير مسمى على ما يبدو بأن هناك حالة من الراحة وعدم القلق بين الخصمين سوى 14 أذار أو 8 أذار بي البقى دون رئيس لجمهورية لا يجد حالة قلق يعني لا يمكن أن يقال أن الفراغ مستمر إلى ما شاء الله إلى مدى قريب نعم الفراغ مستمر الشغل في الرئاسة ليس هناك أي محاولة لا من الداخل ومن الخارج يعني الداخل الأطراف المحليون إذا كانوا يريدون الرئاسة أو إشغال تعبئة أو إملاء هذا المركز فبالتالي كلهم يريدوا هذا الإملاء وفق طريقته أو بمرشحه إما بمرشح من 8 أو بمرشح من 14 أذار حتى الآن لا أحد يتحدث جديا ويسعى جديا ولا يمكن أن نتكلم عن فرد يتكلم عن مرشح ثالث الجميع يجب أن يذهبوا إلى مرشح ثالث ليس هناك أي ظروف أو أي مناح من ناحية الحال تتحدث أن يكون هناك مرشح ثالث بديل عن الطرفين طبعا عن الطرفين يعني ليست هناك أطراف مصرون على ترشيحهم ولا أحد يريد أن يفكر ولا أحد يجد الأرضية الملائمة والمناسبة الآن للخوض في مرشح ثالث لذلك أعتقد أن الوصول إلى مرشح ثالث يجب أن يكون على صفيح ساخن يعني لا يمكن في لبنان خصوصا في لبنان عندما تكون هناك أزمة وطنية نحن لا نعيش أزمة عابرة أو أزمة مؤقتة نعيش أزمة وطنية حقا يعني الدولة معلقة الانقسام حاد في الخيارات حتى ولو كان الأطراف يجلسون بعضهم مع بعض إلى طاولة حوار الانقسام حاد عندما يكون الوضع على هذه الصورة فمن المستحيل توقع أن يجري أي حوار أو نصل إلى تسوية حقيقية على البارد لا يجب أن ننتظر حدثا ما ربما من أجل الوصول إلى هذا العمر هذا في الجانب هل ننتظر حدث داخلي أم حدث إقليمي لأن هناك من يربط الموضوع بتسوية وتفاهمات على المستوى الإقليم والدولي تنعكس بطبيعة الحال على لبنان وهناك من يرى بأن هناك إمكانية لحل داخلي وتسوية داخلية في الداخلية طبعا هناك رأيان في هذا الأمر لكن الشأن الداخلي حتى الآن ليست هناك عناصر تظهر استعداد الأطراف من أجل الدخول في تسوية داخلية ليست هناك على الأقل لمفهيم عامة ولا تعريفات للتسوية ولا حتى بنود لهذه التسوية ليس هناك حتى الآن أي مسودة تسوية ولا أحد يعرف كيف يمكن أن يجلس مع الآخر إلى تسوية الواقع حتى الحوار السنشيح بين طيار المستقبل وحزب الله لا يتحدث عن حوار تسوية أو حوار خيارات وطنية بالعكس استسنى الخلافات على الخيارات في شأن المحكمة في شأن ذهب إلى السورية في شأن سلاح حزب الله في شأن السلاح الداخلي تخلوا عن مناقشة هذه الخيارات كي يذهبوا إلى البحث في التفاصيل الصغيرة فيما يمكن تسميته تنفيس الاحتقان وهو المصطلح الذي اتفق عليه الطرفان أي تنفيس الاحتقان السن الشيعي إذن هذه هي الحدود القصوى لهذا الحوار في المقابل الخارج غير مستعد حتى الآن والخارج لا يتحضر حتى الآن للخوط في المسألة اللبنانية طبعا المسألة اللبنانية أقل إقلاقا للغرب من أي بلد آخر من العراق أو اليمن أو البحرين أو سوريا أو ليبيا حتى لا لبنان هو أقل إقلاقا تتركز مشكلة لبنان حول رئيسه حول انتخاب رئيس للبنان بينما المشكلة في سوريا أعمق بكثير المشكلة في العراق هي مشكلة الدولة أيضا هناك مخاوف على الجانب الأمني ليس فقط على الجانب السياسي فيما يتعلق برئاسة الجمهورية هناك خوف على الوضع الأمني حتى لا ينفجر هذا الوضع لما هو أبعد نحو اقتتال داخلي أو عمال مسلحة تأتي حتى من الخارج أنا أميز هنا بين نوعين من القلق الأمني أولا القلق الأمني الداخلي أي الأمن الذي يضطرب بإرادة الأطراف المحليين طبعا هذا شأن والأمن الذي يمكن أن يشبه لبنان أو يتأتى من الحدود الشرقية تحديدا لأنه ليست هناك مشاكل مع إسرائيل على الأقل في الظاهر طبعا المشكلات الراهنة هي مشكلات مع الحدود الشرقية هذا الأمر لا يمكن السيطرة عليه بمقدار ما هناك سيطرة على الأمن الداخلي يعني لا أحد من الأطراف يريد أن يقول أنه يريد أن يشتبك مع الآخر لا تيار المستقبل قادر على الاشتباك ولا يريده وأيضا حزب الله الذي قادر على إجراء اشتباك أو على افتعال اشتباك طبعا لا يريده إذن الطرفان السنيين المسيحيين يعني حدثي ولا حرج يعني ليسوا أطراف قتال أطراف تناحر وخلاف على السلطة حتى لا نقفز على محاور الحلقة ربما نخصص في الجزء الثاني من الحلقة وقت لمناقشة الوضع الأمني سعود فقط لموضوع الفراغ الرئاسي على المستوى الإقليمي ماذا تقول المؤشرات الإقليمية والدولية فيما يتعلق بحلحلة الوضع في لبنان والذي هو مرتبط بشكل عام بتفاهمات على المستوى الدولي كأننا نفترض أن المؤشرات الإقليمية تقول في الواقع لا تقول شيء هناك مواقف مبدئية فقط تصدر عن الأوروبيين عن الاتحاد الأوروبي عن فرنسا تحديدا تصدر عن الأمريكيين عن الإدارة الأمريكية تصدر عن بعض العرب وحتى تصدر عن إيران كلمات كلام عابر عام معمم إذا صح التعبير أيضا هو اذهبوا أيها لبنانيون اذهبوا إلى انتخاب الرئيس عند هذا الحد هناك موقف مبدئ فقط يشكل قاسما مشتركا بين كل هذه الدول عندما تتحدث عن لبنان لكن عمليا يعرف هؤلاء أو هذه الدول تعرف تماما لأنها تمثل مرجعية كل دولة تقريبا تمثل مرجعية لفريق في الداخل عندما تقول للبنانيين اذهبوا إلى انتخاب رئيس وهم وهذه الدول تعرف أيضا أنها هي فيما بينها كبيئة إقليمية أو دولية ليست جاهزة لإبرام نوع من التسويات أو على الأقل للاتفاق على هذا الجزء الصغير المتعلق بلبنان ليس هناك أي اتفاق فبالطبيعة الحال أن لا يكون هناك انتخاب رئيس إذن ليست هناك مؤشرات جدية إقليمية أو دولية تتحدث عن انتخاب رئيس هؤلاء هذه الدول تلقي العبع على اللبنانيين كي تقول لهم اذهبوا وانتخبوا رئيس وهي تعرف أيضا أن اللبنانيين لا يستطيعون من تلقائهم أن يذهبوا لانتخاب رئيس لأنه على الأقل 14 أذار تعتبر ترشيح العماد مشالعون هو وصول رئيس إيراني إلى السلطة في المقابل العماد مشالعون مصر على ترشحه وهو يعتقد بأن ترشحه يمكن أن يشكل قسما مشتركا أو مسألة توافقية وهو أيضا يرفض أي مرشح من قوى 14 أذار سواء كان جديا أم لا كترشيح سامير جعجة أو سوى ذلك في المقابل أيضا فريق 14 أذار مصر على دعم سامير جعجة بالتأكيد طبعا ولذلك هناك مرشحان في الواجهة بشكل علني لم يقل سامير جعجة حتى الآن أنه خرج من السباق من الترشح طبعا هو لم يقل لميشالعون أنه سيرشعه أو سيدعم انتخابه لكن حتى الآن لم يقل سامير جعجة أنه خرج من السباق يقول والولاء أعتقد أن هذا الكلام جدي حتى لكن هل الحل هو خروج الطرفين من الصراع إلى طرف ثالث؟ هو جزء أو التفاهم على طرف يعني بمعزل عن المناخ الخارجي أعتقد أن أحدا منهما لن ينسحب وإذا كان هناك نوع من الإشارات الخارجية إشارات الإيجابية الخارجية لإجراء الاستحقاق فقد يكون انسحابهما إذا حصل هذا الانسحاب من الطرفين أتكلم عن الطرفين قد أزال عقب من طريق الاستحقاق لكن ليس بالضرورة أن انسحابهما سيؤدي حتما إلى انتخاب رئيس لأننا ننتقل من مرحلة إلى أخرى خرجنا من المعوقات يبقى أن نذهب في سبل التوصل إلى الحال ما هو هذا الحال؟ أي مواصفات لرئيس لبنان إذا لم يكن لسا مرجعجة ولا ميشيل عون ولا أنري حلو مرشح وليد جمبلات إذا لم يكن أحد ولا الرئيس الجميل طبعا إذا لم يكن هناك أي أحد طبعا إذا لم يكن أحد من الأسماء المتداولة والمعروفة فأولا يجب الاتفاق طبعا وأتكلم عن خلفية أو رعاية إقليمية في هذا الأمر يجب الخوض أولا في المواصفات ماذا نريد من الرئيس في مرحلة الاضطراب الإقليمي واضطراب الجوار للبنان أي مواصفات عندما نستطيع أن نحدد هذه المواصفات سيكون من السهل جدا إيجاد الاسم طبعا المواصفات التي تحدد الاسم لا يمكن الخروج من ميشيل عون وسامير جعجع إلى اسم سالس نذهب إلى مواصفات يمجسدها اسم ثالث وبالتأكيد هناك أسماء موضوعين طبعا يتم ذلك كله تحت رعاية إقليمية إذا كان الأمر أو إذا كان الاعتقاد بأنه يمكن ترك اللبنانيين أن يديروا هذه اللعبة بمفردهم فأعتقد أنه رهان خاطئ طيب أستاذ نقول له هذا ربما يجعلنا أن نفتح النقاش على دائرة أوسع وهو موضوع الحوار الجاري الآن بين فريق 14 من آذار و 8 آذار إلى أي مدى هناك حديث عن موضوع رئاسة الجمهورية والفراغ الرئاسي سيكون محط للنقاش في الجلسات القادمة إلى أي مدى يمكن هذه الجلسات أن تحقق تقدم في هذا الموضوع؟ أنا أعتقد أنه يجب أن لا نحمل الحوار الوطني الحوار السن الشيعي إلا إذا كان المقصود أيضا أن نتكلم عن حوار المسيح المسيحي لكن بشكل أساسي هو الحوار السن الشيعي لا أظن أن هذا الحوار سيخد في الاستحقاق الرئاسي وصولا إلى تحديد اسم الرئيس المرشح يعني لسنا الآن في صدد في مرحلة تشبه عندما قرر تيار المستقبل عام 2007 ترشيح قائد الجيش أنا ذاك ميشيل سليمان مرشحا توافقيا للرئاسة لسنا في هذا الجو أعتقد أن الطرفين أو أظن أن الطرفين إذا كانوا يريدان فعلا الخوض في الاستحقاق الرئاسي فهذا الخوض من باب فقط الحض على إجراء الانتخابات لا يستطيع أي منهما أن يتفرد بتحديد موعد لجلسة الانتخاب ولا الانتخاب الرئيس ولا باسم الرئيس ولا حتى بمواصفاته ولا يستطيع الطرفان أيضا أن يقرر مواصفات الرئيس أو اسم الرئيس في معزل عن الفريق المسيحي المعني بهذا الأمر أضفي إلى ذلك أن الرئيس المقبل يجب أن يكون معروفا على الأقل من الجوار العربي الجوار القريب أو الجوار المتداخل يعني المتداخل أو له تأثير في الواقع اللبناني فبالتالي الرئيس مجهول لا أحد يعرف به لا يمكن أن يأتي رئيس يمثل طرفا ضد طرف آخر بالتأكيد لا يمكن أن يأتي إذن سنبحث عن مرشع يمثل المواصفات الإقليمية أكثر منها المواصفات اللبنانية لكنه طبعا رئيس لبناني سمح لأستاذ نقول أن نشرك معا للنأب عن تكتل التغيير والإصلاح في جزين الأستاذ زياد أسود أهلا بك أستاذ زياد مساء الأنوار أهلا بك بداية كيف يمكن النظر إلى الحوار القائم الآن بين تيار المستقبل وحزب الله وهل يعطي انطباعا إيجابيا هل المؤشرات تسير بالاتجاه الإيجابي حتى الآن أنا طبعا بواشق لأستاذ الأولى بقصم كبير من اللي يقولون من عملية الانتخابية منها في لبنان بالنسبة للحوار طبعا كل حوار بين أطراف متخاصمين متنازعين ضروري لإيجاد قواصل مشتركة أنا بعتقد مسؤولية الجميع إخراج لبنان من أزمته واستمرار لبنان بأزمته هي مسؤولية الجميع أيضا أنا بعتقد التناحر والتنافس والثقوف العالية في الخطابات وفي التشنج السياسي والمذهبي لم يوصل إلى أي نتيجة إلى بال بالعكس ومثل عم بيقول الأستاذ الأولى ما حدا بيقدر يربح على حدا يعني بالنتيجة يجب أن يحصل توافق وتفاهم داخلي على إدارة شؤون البلد من ضمن سلم أولويات يراعي فيه عدم التشنج عدم التصادم ويراعي فيه أيضا مقتضايات المصلحة الوطنية العليا وهي إدارة المؤسسات وتفعيلها أولا رئيس الجمهورية وآخرا كل مؤسسة الدولة من كل الجوانب على كل المستوى زياد لا يشكل لكم في تكتل التغيير والإصلاح استمرار هذا الفراغ الرئاسي قال أقل أنه على ما يبدو بأنه يعني لا توجد حالة استنفار فيها داخل اللبناني أتحدث عن استنفار سياسي إذا استمرار هذا الوضع بلد يسير بلا رئيس للجمهورية بلد يسير بلا رئيس جمهورية هي مشكلة نظام هو نظام الطائف هو أوجد هذا الشزوز في الممارسة السياسية وفي الممارسة الدستورية وهو يعني خلق هذه المعضلة أنا أعتقد يعني بالأساس اتفاق الطائف كان عنده عورات حديدة دستورية وقانونية وترجمتها هي هذا الواقع أن يسير البلد الرئيس الجمهورية هذا يعني أنا سمت إشكالية كبيرة في النظام الذي يدير هذا البلد وهو النظام الدستوري الذي نتكلم عنه طيب هلأ لماذا لا يتم انتخاب رئيس جمهورية هذا سؤال عليه جواب واضح نحن دولة محكومة من الخارج لسنا دولة ذات سيادة إذن هذا البلد الآن فعليا ينتظر تفاهمات إقليمية وتفاهمات دولية على إفريها تنعكس على الداخل اللبناني يجري الآن أيضا أستاذ زيادة الحديث عن حوار بين حزب الله وتيار المستقبل في المقابل هناك محاولة لإجراء لقاءات أيضا لقاء مسيحي مسيحي ولكن ألا تتطلعون كطبقة سياسية لأن تكون هناك طاولة حوار تجمع جميع الأطراف وبالتالي مناقشة أهم القضايا والملفات والتحديات التي تواجه البلاد طاولة الحوار تحتاج أولا إلى مسؤولين قرار محل لبناني يغلبون المصلحة الوطنية يحفظون الدستور ويحمون سيادتهم وأرضهم وشعبهم من هذه المنطلقات طالما هناك تدخلات أكلمية وطالما هذا التصادم أو المحورين المتصادمين واللي عم نشوفهم على طاولة حوار فزب الله والمستقبل وأنا أعتقد حوارهم هو محلي فقط لا يحل المشكلة الإقليمية ولا يعطي أي نتيجة إيجابية على هذا المستوى يخفف تشنج داخلي ينتظر الوقت إلى حين صدور أو إلى حين تبلور الصورة الإقليمية والتسويات الكبرى من هذا المنطلق الحوار نعم جيد الحوار لا يوصل إلى النتائج المرجوة كما يعتقد البعض يخفف الاحتقانات يخلق أجواء مريحة وقواصم مشتركة في بعض الملفات ولكنه لن يؤدي إلى أعطاء الحل النهائي طالما هناك استراتيجيات مختلفة والتصادم على أوجه طيب كيف تنظرون إلى هدوء الوضع الأمني وأن نسبيا في البلاد المطلوب أن يكون هناك وضع أمني ممسوك هذا أمر يعني معروف ولكن أستاذ زياد كان في المرحلة السابقة هناك توتر أمني عالي يعني هناك توترات تأتي من الخارج وتلقي بضلالها على لبنان وهناك تأتي من داخل البلد يعني من البيت الداخلي هذه التوترات الأمنية والأحداث الأمنية وبالتالي كيف تنظر إلى النقلة هذه النقلة في الهدوء الأمني فقط ربما مؤشراته هو حوار بين طرفين رئيسيين وهما 14 أذار وحزب الله يعني المطلوب أعطاء أجواء أو فرض أجواء أمنية إيجابية وتعمم على كل المتحاولين أنا أنا أتصور الوضع الأمني ممسوك من الداخل هناك رغب إقليمي دولي بعد أن تفجر الوضع أو الدليل كان هناك انفجارات وأرباك أمني وتصادم وفجأة حلت هذه المعضلة بالنتيجة على الدولة اللبنانية أن تمسك بزمام الأمور الوضع الأمني غير ممسوك حتى التاريخي والعام نشوفه على الحدود ونشوفه في الداخل لا يبشر بالخير أن تقوم الدولة بإجراءات هذا أمر جيد أن تكون هذه الإجراءات كافية؟ لا منها كافية طيب سيد زياد أسود النأب عن تكتل التغيير والإصلاح في جزين شكرا جزيلا لك على توجدك معنا أعتقد بأن لديك تعليق أستاذ نقول على ما ذكره أستاذ زياد لا طبعا أنا من رأيه لأستاذ زياد بالكلمة التي أقوله لسنا في مناق قريب جدا من انتخاب الرئيس أولا وثانيا أن المسار الذي يسلك هذا الحوار هو مسار كما سبق وذكرت أيضا أنه مسار يرتبط بتنفيس الاحتقان فقط لا يخوض في الخيارات الإقليمية عندما يريد الطرفان السني والشياء أن يذهبا إلى الخوض في الخيارات الإقليمية فهذا يعني أن هناك تسوية إقليمية معينة بين الطرفين الحقيقيين لهذين الخيارين يعني قطبي الجاذب الإيراني والسعودي فبالتالي الإيراني والسعودي هما الذين يذهبان بالطرفين المحليين إلى التسوية وليس الطرفين المحليين هما الذين يحضران الأطراف الإقليمية أو الأطراف الإقليميين لأي تسريح نستاذ نقول ابقى معي سنوصل حديث عن الحوار ونفتح النقاش عن الوضع الأمني وتأثيراته أيضا ولكن بعد الفاصل مشاهدين ابقوا معنا إلى ما بعد الفاصل أهلا بكم مشاهدين من جديد في هذه الحلقة من حديث 2015 نرحب بضيفنا الأستاذ نقول نصيفه الكاتب والصحفي نتحدث عن المشهد السياسي في لبنان كنا نتحدث عن الحوار بالحد الأدنى أستاذ نقول هل هو إيجابي هذا الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل حتى الآن طبعا بالتأكيد المؤشرات واضحة على الأرض يعني أولا أن يكون هناك حوار أفضل بكثير من عدم موجود حوار لأنه يؤمن التواصل ويؤمن المراجعة المتبادلة بين الطرفين فبالتالي عوض أن يكون هناك نوع من القطيعة بين الطرفين لأنه إيجاد قطيعة بين الطرفين يختلفان جذريا إلى هذا الحد يعني على نحو غير مسبوق أو يقسمان البلد طبعا الآن نحن في خضام صراع سني شيعي لكن قبل ذلك بين 2005 حتى 2008 لم يكن الصراع في لبنان صراع سنيا شيعيا كان صراع سياسي على خيارات إقليمية بالتأكيد كان تيار المستقبل هو رأس حربة 14 أذار وحزب الله كان هو رأس حربة 8 أذار كان كافي طربوشان طربوش سني وطربوش شيعي لكن لم يكن الصراع صراع سني شيعي بالطريقة التي بدأنا نتلمسها تدريجا بعد عام 2007 وخصوصا بعد أحداث الجامعة العربية والحوادث التي كانت تقع في كوريش المزرعة وعلى الطرق وبين الأزقة يعني في مناطق التماسي السني الشيعي الآن أصبح الموضوع بامتداده الإقليمية بامتداده الإقليمي أوسع مدن هذا الحوار لأن القطيعة تضر تضرب الطرفين وتفتح الباب أمام الخلافات أمام التصعيد الكلامي وأيضا أمام تجيش الشارع الجلوس إلى الطاولة هو أفضل الخيارات الشيء المفيد أو المجد الذي توصل إليه الطرفان وأعتقد أنها رعاية الرئيس بري بشكل أساسي في هذا الأمر هو أن يضع جانبا الملفات التي لا يمكن أن يتفق عليها يعني مضى عشر سنوات على الثمانية وأربطة عشر حتى الآن لم يتفق على قواس المشتركة لملفات في الداخل في الداخل حتى إذن كان من المفيد جدا والمجد جدا أن لا يخضا فيما يختلفان عليه بل أن يبحثا فيما يصح أو يمكن أن يتفق عليه ماذا يمكن أن يتفق عليه بشكل أساسي أمرا رئيسيا وفقط وهو محور كل هذا الحوار السن الشيعي ضمان الاستقرار الأمني من خلال تنفيذ أو تبديد الاحتقان المذهب السن الشيعي في الشارع يعني وقف الحملات الإعلامية المتبادلة بين الطرفين وخصوصا تيار المستقبل وحزب الله والتخوين والتشهير أيضا وتسهيل عدم نقل أو عدم نقل عدوى التشنج السياسي إلى الشارع لأن الشارع ينفجر في حين أن السياسيين يجدون وسائل سهلة للمصالحة هذا فيما يتعلق بالاستقرار الأمني هناك أيضا ما هو يوازي الاستقرار الأمني على الاستقرار السياسي الذي تعبر عنه حكومة الرئيس تمام سلام يعني نلاحظ أن الطرفين يحرصان بشكل تام على عدم تعريض الحكومة لأزمة حقيقية أزمة كيانية يعني لا أتكلم عن خلاف على ملفات من حق كل طرف أن يختلف على الملف مع الطرف الآخر لكن حتى الآن لم نرى لا حزب الله ولا تيار المستقبل يسعيان إلى تقويت حكومة الرئيس السلام إلى التهديد بالاستقالة إلى التلويح بالاعتكاف أو مقاطعة جلسات مجلس وزراء أو تعطيلة لا أبدا هناك خلافات تتصل داخل كل المحاور يعني هناك ناس داخل 14 أذار يختلفون فيما بينهم على ملفات كما هو الأمر بين داخل قوى 8 أذار يختلفون على ملفات كوزراء وليس كتكتلات سياسية لكن لأن حكومة الرئيس السلام تمثل الشرعية الدستورية الأساسية والوحيدة اليوم في البلد في غياب رئيس الجمهورية لأنها حكومة نيطت بها بمجاب المايدة 62 من الدستور صلاحيات الرئاسة فبالتالي هذه الحكومة لأنها واجهت الشرعية اللبنانية والطرفين الأساسيين يشتركان فيها والطرف السني عهد إليه في الحقائب الأمنية فهذا سبب أو أكثر من سبب إضافي من أجل أن يتوفر الاستقرار السياسي لذلك نرى أن المناخ القائم بالحوار يعني هناك إدارة لحكومة هي مستقلة عن عمل طاولة الحوار طاولة الحوار يهتم بالاستقرار الأمني الحكومة تدير الاستقرار السياسي ولذلك نجد وكأننا نقول بأن الحكومة في شكلها الحالي على اعتبار بأنها تشكل من الطرفين أصبحت بديل عن الفراغ الرئاسي صحيح حتى إشعار آخر طبعا هي بديل هي بديل من وجود رئيس الجمهورية بالتأكيد عندما لا يهتم أولا هي بديل دستوري صحيح ودستوري وسليم يعني عندما يكون هناك شغل في رئيس الجمهورية لا يمكن أن يتحول صلاحيات الرئاسة أو تدخل البلاد في فراغ الدستوري يونيت بالحكومة بمجلس الوزراء وليس الحكومة بمجلس الوزراء مجتمعا صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة إذن هي ملأة فراغ هي ملأة صلاحيات رئاسة الجمهورية وتستطيع أن تدير البلد في هذا الأمر هذا في الشأن الدستوري طبعا في المقاربة السياسية مسألة خطيرة جدا أن تكون البلاد بلا رئيس بطبيعة الحال لكن هذه الحكومة لأنها هي المؤتمنة أولا على استمرار فكرة الدولة بالحد الأدنى طبعا بالحد الأدنى لها يعني استمرار الإدارات والمؤسسات والإمرأة على الجيش وتنظيم الاستقرار السياسي والأمني إذن هذه الحكومة هي الوجه الآخر لطاولة الحوار ليس هناك تدخل بين طاولة الحوار وحكومة الرئيس السلام لكن الغرب إذا عدنا قليلا في الذاكرة قبل شغل الرئاسة شغلت الرئاسة في 25 أيار 2014 أبصرت الحكومة النور في شباط كمرسيم لكنها لم تستطع أن تبصر النور إجرائيا إلا في أذار بعد الخلاف الحد على البيان الوزاري حصلت تدخلات إقليمية أساسية من أجل تأليف هذه الحكومة لأن الغرب والجوار كان يتحسب لعدم الاتفاق على انتخاب الرئيس فبالتالي أتت هذه الحكومة سلفا بزهنية وبتحضير أنها ستحل محل الرئيس ما يطرح نفسه أستاذ أقوله هو أن إذا كان هناك حوار بين طرفين وهو حوار حتى الآن إيجابي ما الذي يمنع أن يشتمل هذا الحوار ليشمل بقية القوى السياسية الأخرى ولكن يسمح لي أن نشرك معنا أستاذ توني نجم وهو قيادي في القوات اللبنانية ورئيس تحرير موقع آي لبانون أهلا بك أستاذ توني آي أم لبانون عفوا اسم الموقع كيف يمكن النظر إلى الحوار القائم حاليا بين حزب الله وتيار المستقبل هل تنظرون بإيجابية إلى هذا الحوار عمليا وفي المطلق أي حوار يفترض أن يكون إيجابي الحوار يعني غياب الحوار قد يكون سلبي في المطلق ما هو غريب في لبنان أن كل المؤسسات معطلة وبالتالي البعض أو الأكثرية يلجعون إلى محاولات أو إلى أطر جانبية للتعويض عن غياب المؤسسات الفعلي الحكومة اليوم هي أشمع بحكومة تصريف أعمال عمليا وبالتالي لا حوار جدي على طاولة مجلس فزراء بل خلاف تقريبا على كل ملف وبالتالي نمر في فترة فراغ أو في فترة تقطيع وقت والبعض يحاول أن يلجأ إلى حوارات من أجل تمرير الوقت عمليا ليس أكثر ولكن لصالح من؟ لصالح من؟ لصالح من؟ حمليا ليس هناك لصالح من كل ما يجري هو التقطيع وكل في انتظار اتباع الصورة الأسكامية وتحديدا ما يمكن أن ينتج في الموضوع المفاوضات النووية الإيرانية الغربية طيب إذن أنت تتفق ربما مع أستاذ نقول وأيضا مع أستاذ زيادة الذي كان معنا قبل قليل بأن الوضع في لبنان هو مرهون إذا ما كانت هناك تسوية على المستوى الدولي والأقليمي أم لا؟ ولكن أستاذ توني هناك ملاحظة على المستوى الأمني هناك حسار للعمليات الأمنية والإرهابية التي شهدتها لبنان في المرحلة السابقة وهناك من يقول أن ذلك بفضل الغطاء الذي يوفر أولا من تيار المستقبل وثانيا من الرابع عشر من آذار ككل ما مدى صحة ذلك؟ أمليا لا أعتقد أن ذلك صحيحا ما قد يكون جنب لبنان بعض الخطات الأمنية هو الاتفاق الغربي وحتى الاتفاق الغربي الإيراني أو ربما الخليجي الإيراني على تحييض لبنان مؤقتا في انتظار اتضاح الصورة وربما لذلك قرأنا تحديدا صباح اليوم ما يشبه التهديدات الأمنية في حال عدم التوصر إلى اتفاق نووي قرأناها في جريدة الأخبار نخلنا عن بسان مصادر أمنية وبالتالي ربما وضعونا في السلاجة في سلاجة الانتظار لنعرف ماذا سيجري وقرأنا تهديدا أنه في حالة يتم التوصل إلى اتفاق فالمنطقة ستشتعل من اليمن والبحرين ووصولا إلى لبنان وبالتالي عمليا في إبريت محضر طلقناها في لبنان في انتظار جلاء الصورة أكليميا ومن رأتد أنه أي طرف داخل يلو عليها بقرار التهديئة أو التصعيد عمليا الأطراف الداخلية للأسف تعكس ترجمة للقرار الأكليمي ليس أكثر طيب يعني حتى الآن لبنان بلا رئيس للجمهورية وهناك تجادب بين طرفين كما هو واضح بين العماد ميشيل عون وبين أيضا ترشح سيد سمير جعجع ولكن هل يمكن أن يتراجع سمير جعجع في حال وجود تسوية تفرض تراجعه للمقاعد الخلفية وعدم التصدر لرئاسة الجمهورية وترشح لرئاسة الجمهورية قبل أشهر طويلة أعلن الدكتور سمير جعجع من أبكرك أنه ليس متمسكا برد ترشحه وهو جاهز للانسحاب في حال كان هناك نية للاتفاق على مرشح ثالث على مرشح توافقي العملية حتى اليوم أنه لا نية للاتفاق على مرشح توافقي وقالها الدكتور جعجع قبل يومين عمليا إيران لا تريد انتخاب رئيس جديد في لبنان ولذلك تصر على مرشح تحدي هو العماد بن شرعون وبالتالي في ظل المعادلة أيضا رئاسة الجمهورية هي رهينة المفاوضات النووية وإيران تصر على الاحتفاظ بوركة الرئاسة للمفاوضة فيها ما بعد الاتفاق النووي أو ربما إذا لم يتم الاتفاق أيضا للدخول في بزار حول الموضوع وبالتالي اللعبة ليس لعبة انتحاب دكتور جعجع أو عدمه بمجبار ما هي التوافق أو النية نحو التوافق أقليميا للوصول إلى مرشح تسوية في لبنان وهذا لسوء الحظ طيب ساتوني ما الذي يمنع من القبول بالعماد بن شرعون أنتم في القوات عمليا العماد بن شرعون هو مرشح طرف هو مرشح طرف سمت خلاف جزري في التوجه السياسي عن عماد بن شرعون قبل أسابيع قليلة قال له أنه وحزب الله في حال تكامل وجودي يريد التنفيق مع نظام بشار الأسد وبالتالي تمت خلافات جزرية وأساسية في النظرة السياسية إلى لبنان وبالتالي ليست المشكلة في شخص عماد عون إنما المشكلة في التموضوع السياسي والإطار السياسي الذي أوجب نفسه فيه نعم ولكن العماد عون أيضا في تصريحات سابقة أبدأ استعدادة ومرونة وربما وانفتاح لتعامل مع كل الأطراف في لبنان هذا أولا ثانيا جميع المرشحين هم عبارة عن أطراف عمليا ليس جميع المرشحين هم عبارة عن أطراف بطبيعة الحالة الدكتور سمير جاجة والإيمد بن شرعون هم مرشحين كل واحد مرشح طرف 14 عدار و8 عدار ولكن سمة مرشحين سمة أسماء يتم التداول بها هي عبارة لمرشحين توافقيين لا ينتمون إلى أي من الطرفين ويجذر الاعتراف بذلك وبغض النظر عن ذكر الأسماء المشكلة اليوم مع العماد عون أنه ليس فقط مرشح طرف إنما مرشح تحدي يرفع شعار عمليا أنا أو لا أحد وبالتالي ليس العماد عون حصرا من يرفع هذا الشعار أيضا حتى الساعة إيران ومن خلفه حزب الله يرفعون هذا الشعار لعدم إجراء الانتخابات في انتظار بالورة الصورة عندما يقال أن هذا الموضوع يتم البحث فيه حصرا مع العماد عون ورأينا في السابق في الدوحة في 2008 أن من قرر هي إيران التي قبلها حزب الله موافقتها على الاتفاق الكليمي والسير بالعماد ميشيل سليمان يومها نعرف تماما من كان يقرر وبالتالي اليوم للأسف كما قال الدكتور جعجر أيضا بالأمس لا أفق لحل موضوع الرئاسة في المضى المنظور بكل أسف طيب ولكن هناك أيضا إذا سمحت لي أستاذ طوني في المقابل هناك من يقول بأن لطالما هناك دعم وإصرار على دعم دكتور سامير جعجر هذا يعني بأن المملكة العربية السعودية أيضا لا تسير باتجاه التسوية بعدم طرح أسماء بديلة هذا في مقابل الاتهام لحزب الله بأن قراره مرهون لإيران فلنكن وضحين الطرف الوحيد دوليا الذي حاول أن يكون بعدة مبادراته والطرف الفرنسي من خلال المباوص الرئاسي جونفو صاجيرو وعمليا المباوص الرئاسي أبلغ الجميع بأن العقدة موجودة اليوم في إيران وبالتالي العقدة لم تكن موجودة في المملكة العربية السعودية بداية التحركة تم عندما قبلت إيران بمبدأ التحرك وعندما اتصلت بفرنسيين وانتهى التحرك بالعقدة الإيرانية أيضا عندما رفعت إيران أن توقف البحث في الموضوع وبالتالي العقدة ليست في المملكة العربية السعودية طيب الأستاذ توني نجم القيادة في القوات اللبنانية ورئيس تحرير موقع أيم لبانون شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا تعليق منك أستاذ نقول يعني كان سيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله يقول بأن الخيار لدينا في الداخل لاختيار رئيس الجمهورية وللتوافق من أجل الوصول إلى شخصية توفقية بشأن رئاسة الجمهورية والآن نستمع إلى هذا التعليق الذي يقول بأن الدكتور سمير جعجع أبدأ استعداده للانسحاب في حال تم التوافق أو طرح أسماء بديلة وكأن كل طرف يجذب الحبل لا يزال مبكرا من المبكر الخوض في هذا الأمر بالتأكيد لا رئيس في الوقت الحاضر طيب أستاذ نقول أيضا إذا كان بالإمكان أن نسلط الضوء على تأثيرات الحوار الجاري حاليا بين حزب الله وتيار المستقبل على الوضع الأمني لأنه من الملاحظ ربما هنا هناك لقاء سيعقد بين ممثلين من باب التبانة وجبل محسن الأسبوع المقبل أو الخميس المقبل في منزل الوزير فيصل كرامي الذي هو يرعى المصالحة بين الطرفين ألا يعطي هذا مؤشر بأن كلا الطرفين يسعى إلى تبريد الساحة المحلية وبالتالي هناك ربما إنعكاس للحوار على الوضع الأمني من خلال هذه الخطوة سبق وذكرت ذلك المهمة الأساسية للحوار هو الوضع الأمني هو تعزيز أو إيجاد مزيد من الاستقرار الأمني يعني الحوار لا يقود في مسائل سياسية يعني لاحظنا حتى الآن عقدت سبع جولات من الحوار السن الشيئي لاحظنا كل النتائج التي انتهى إليها حتى الآن هي نتائج أمنية إجرائية يعني وقف الحملات الأعلامية إزالة الأعلام والرسوم واللوحات تحقيق مزيد من الاسترخاء في الشارع السن الشيئي أيضا الخطة الأمنية في البقاع الشمالي إذن المهمة الحقيقية وقد تكون المهمة الوحيدة لهذا الحوار هو المسألة الأمنية فقط لأن المسألة السياسية مرتبطة بعلاقات الأطراف المحليين داخل حكومة الرئيس السلام حكومة الرئيس السلام هي التي تؤمن الغطاء السياسي أو الاستقرار السياسي بينما الشارع الاحتقان المذهبي هذا الموضوع ليس مشكلة حكومة الرئيس السلام هو مشكلة تيار المستقبل وحزب الله المسؤولين مباشرة عن هذا الاحتقان والمعنيين أيضا بتبديده هل يمكن استمرار هذا الوضع من استثباب أمني نسبيوية ما العوامل التي يمكن أن تساهم في استمرار هذا الوضع حالة الهدوء الأمنية الحالية في داخل يستمر الاستقرار الأمني على ما هو عليه الآن ما دام الطرفان يجلسان إلى طاولة الحوار وما دامت الإشارات الإقليمية للطرفين تدعوهما أو تحضهما أيضا على استمرار هذا الحوار وعلى بذل المزيد من الجهود لترسيخ الاستقرار الأمني إذا حدث انقلاب في المواقف الإقليمية فبالتأكيد سينعكس ذلك على الحوار وسيعود الطرفان كلهم إلى خلف متراسه وبالتالي يرفع لفتات التشهير والحملات المتبادلة مع الطرف الآخر حتى الآن ليست هناك أي إشارات إقليمية تريد إحداث فج وأمنية كبيرة في لبنان لا أحد يريد طورية لبنان في مشاكل داخلية طبعا أنا أفصل هنا الأمن الداخلي عن أمن الحدودي الأمن الحدود لا يمكن السيطرة عليه مفتوح كجزء من الاشتباك القائم بين الإرهاب وبين كل الدول التي توجبه هذا الإرهاب لكن في المسألة الأمنية الداخلية وسبق أن تكلمت عن هذا الأمر هو المسألة الأمنية الداخلية مرتبطة بتيار المستقبل وحزب الله باستمرار حوارهما لكن هذا الحوار يستظله طبعا نوع من التوافق الإقليمي الذي لم يشمل الحوار فقط أيضا شمل تأليف حكومة الرئيس تمام سلام وأيضا توفير المزلة السياسية لجميع الأطراف يعني حكومة الرئيس السلام تضم جميع الأطراف ولا تستثني أحدا باستثناء القوات التي رفضت المشاركة في هذا الأمر وبالتالي جميع الأطراف إذا كان في الإمكان إجراء مقاربة فهي أن حكومة الرئيس السلام لا تضم تماني وأربطاش لم يعد هناك ما يقال عن تماني كتكتول في وجه أربطاش أو أربطاش في وجه تماني كل الأطراف داخل الحكومة ولا يتصرفون الأطراف أو الكتل على أن هذا الفريق في تماني أو في أربطاش بل كيف يمكن أن يدير هذه المرحلة الانتقالية هذا الشغور الطويل طيب ما هو ما يبدو واضحا من تساؤلات على مستوى الصحافة ربما والإعلام في لبنان هو هذا السؤال الذي يطرح نفسه ماذا ينتظر لبنان في مرحلة أو في فصل الربيع نحن الآن في فصل الشتاء وبالتالي ربما لقساوة الطقس لا توجد هجمات إرهابية ومن مسلحين من ناحية الحدود السورية اللبنانية ولكن هناك خوف في مرحلة الربيع من مثل هذه الهجمات وهنا يأتي الحديث على دور الجيش اللبناني هل الجيش اللبناني بحاجة إلى غطاء سياسي من جميع الأطراف لأنه جرى الحديث في وقت سابق بأن هناك تأليب من بعض الأطراف على الجيش اللبناني هل هو بحاجة إلى غطاء سياسي في المرحلة القادمة وكيف يؤثر التوافق الحالي على هذا الغطاء أولا لا يمكن الكلام عن غطاء سياسي للجيش اللبناني عندما يتعلق الأمر بعملية بمكافحة إرهاب أو أي اعتداء من الخارج إلى الداخل هذه مسؤولية مباشرة للجيش لا يحتاج إلى قرار سياسي لأنها مسؤوليته المباشرة للجيش اللبناني أن يمنع يعني إذا أرادت إسرائيل أن تدخل الأراضي اللبنانية لا يستطيع الجيش اللبناني أن ينتظر أنعقاد مجلس وزراء لاتخاذ قرار بالتصدي لإسرائيل والأمر زيته بالنسبة إلى الحدود الشرقية مع سوريا أو الهجمات التي يقوم بها الإرهابيون لا ينتظر قرار فقط يحتاج الجيش إلى قرار سياسي عندما يناط به فرض الأمن في الداخل بين أطراف لبنانيين يتقاتلون وبالتالي خصوصا إذا كان هؤلاء الأطراف إما ينتمون إلى فريق شيعي أو ينتمون إلى فريق سني أو هناك نوع من المسحة المذهبية أو الطابع المذهبي لهذا الاشتباك وهذا الصراع كي يحسمه الجيش بالتأكيد يحتاج إلى غطاء سياسي يعني يجب أن يوافق الأطراف السنة والشيعة على مهمة الجيش لضرب جميع المسلحين تماما كما حصل في طرابلوس وأيضا كما حصل في البقاء الغربي عندما دخل إلى قرى التي لم يسبق أن دخلها الجيش هذا شأن داخلي الغطاء السياسي الضروري لحماية مهمة الجيش وليس هذا الأمر ليس مهما لأنه يجب أن يناطي الأمر بالجيش هذه مسؤوليته مباشرة دقيقة واحدة ومن المهم أن نسأل هذا السؤال هل الجيش اللبناني قادر على مواجهة أي هجمات إرهابية قادمة من الخارج خصوصا في ظل الحديث عن مساعدات عسكرية كالهبة السعودية بمنح أسلحة للجيش اللبناني من فرنسا على سبيل المثال وما يتطلب تسريع مثل هذه الهبة ربما يكون من الثذاج القول أن الجيش اللبناني هل لديه القدرة على المواجهة طبعا هناك إرادة الجيش اللبناني لديه إرادة المواجهة وهو يقوم بهذه المواجهة وأيضا قد يؤوى في بعض الأحيان لكننا تحدث عن إمكانيات لوجستية على سبيل المثال الإمكانات مسألة أخرى بمقدار ما التتوافر لدي من أمكانات يقاتل الجيش ويعتبر نفسه مسؤولا عن الحدود وشهدنا هذا الأمر في معركة آب الماضي في عرسال إذن الجيش إذا كانت لديه قدرات أكبر مما لديه الآن يستطيع أن يكون نجاحه كاملا ومتكاملا ويستطيع أن يضع المبادرة بين يديه إذا كانت قدراته أدنى طبعا يستطيع أن يدافع نفسه لكنه يستطيع أن يتمسك في الدفاع الحدود نحن نملك المسألة الأهم من السلاح طبعا السلاح مسألة ضرورية هي إرادة الجيش وتمسكه ووحدته هذا الأمر متوفر بطبيعة الحال لا يحتاج إلى شهادة من أي أحد لا من سياسي ولا من رئيس ولا من مواطن إذن ربما يقتضي أن نعول أكثر على تعزيز قدراته لأن الأطراف الذين يواجههم أي الإرهابيين يملكون من القدرات ربما تفوق بكثير بسبب استيلائهم إما على استلاح الجيش الأمريكي من خلال استلاحهم على السلاح العراقي أو من خلال شحنات الأسلح التي تصلهم شكرا لك أستاذ نقول نصيف الكاتب والصحفي على تواجدك معنا أثريتنا بصراحة فيما يتعلق بالمشهد اللبناني أمنيا وسياسيا أيضا نشكر لك تواجدك معنا مجددا ونشكر أيضا الضيوف الذين شاركونا عبر الهاتف مشاهدين نشكر لكم حسنا المتابعة نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة